تنطلق غدا بالجزائر القمة العربية الحادية وثلاثون برئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حيث من المقرر أن تستمر لمدة يومين وتضمن جدول أعمال وزراء الخارجية العرب على مدى اليومين الماضيين تضمن عددا من مشاريع القرارات إلى القمة من بينها القضية الفلسطينية كما تضمنت مشاريع القرارات عددا من البنود تحت عنوان العمل العربي المشترك ترجمة نانسي قنقر